سدت سونيا الفتاة الأيزيدية القادمة من مخيمات النزوح في إقليم كردستان المركز الأول في سباق ثلاث كيلومترات بالمراثون النسوية الذي نظمه نادي الفتاة الرياضية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يو اس ايدا في شوارع مدينة الموصلة تأمل سونيا أن تحظى الفتاة الموصلية بدعم السلطات الحكومية للمشاركة في مثل هذه المبادرات لإبراز مواهبها وقدراتها بما أنني نازحة في المخيمات أعيش في المخيمات نود منكم أن تدعمونا بالتبع وأود أن يتم فتح دورات مثل هذه الماراثون 180 فتاة قدمنا من مناطق سهل نينوى وبسنجار والموصلة للمشاركة في الماراثون النسوي الذي تم تنظيمه ضمن برنامج تعافي في المناطق المحررة منظمو الماراثون أكدوا أنه سيسهم في التقارب بين مكونات نينوى من خلال زيادة التواصل المجتمعية وإدامته ضمن شعار الرياضة تجمعنا بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدف المشروع هو تعارف الفتيات فيما بينهم من كافة الطوائف والقوميات الفتيات المشاركات من سهل نينوى ومن سنجار من الجانب الأيمن والجانب العيسر لمدينة الموصل اختيار المواهب الرياضية من الفتيات الموصليات بغية استثمارها وتطويرها رياضيا في المحافل المحلية والدولية هدف يسعى إليه نادي الفتاة الرياضية في الموصلة عبر هذا الماراثون الهدف من هذا الماراثون قامته هو إسرار لاعباتنا وشاباتنا على وجود طاقة كامنة ومكنونة في دواخل كل امرأة وكل فتاة لإثبات جدارتها وإبداعها وطاقاتها وأتؤكد حكومة نينوى المحلية إيلاءها الاهتمام بواقع المرأة في المحافظة عبر تخصيص قسم خاص لها في ديوان المحافظة للاهتمام بتطلعاتها وإبراز مواهبها تمكنت المرأة الموصلية بعد تحرير المدينة عام 2017 تحقيق مكاسب عدة من خلال تنفيذ النشاطات الفنية والرياضية والأدبية لتطوي صفحة كانت فيها المرأة تواجه التهميش والإقصاء أيثم أحمد الحراء الموصل